هذي اخر مرة اسمح بيها اليوتيوبر يدخلون بقضيتي بس الصراحة مقطع عبر رب كان حلو قبل ما يبدو المقطع اردتكم تزدونوا على الوصف راح احطو لكم رابط قناة صاحبية اردتكم تدعموا باللايكات و بالاشتراكات اشوفكم هناك اليوم جاي بيلكم ستوريات بيسان و ستوريات جواني جواني اللي التكلب فيها على القصة بالبداية راح احطو لكم ستوريات مال بيسان اللي تكلمت فيه يعني شوية و بالنهاية راح احطو لكم ستوريات مال جواني اللي يتكلم عن المقطع يلا نشوفكم بيروتا اعفون نشوفكم بهامبورج على البحر ايه يلا ناطرينكم ها ناطرينكم يلا كمان و انا بشوفكم بالدنيمارك ايه هي راح على الدنيمارك لسه طريقة ابعد بس ما شالح تسؤول حالك بإذن الله كافوا ابو شاب بسم الله انتلصوك بالعين حالا حالا يلا 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 حاليا راح احطو لكم ستوريات جواني اللي قال انه حيكون اكون مقطع الساعة بالعشرة اليوم يتكلم فيه على القصة كيف حالكم يا اخباركم يسعد لي مساكم يا رب الجزة الخامس من باب الحارة ينزل اليوم الساعة عشر على السهرة في هذا الفيديو حكيت كل شي اسئل يسألتوني اياها انتو فعلوا الجرس من هون و الله يسعدكم يا رب كمان للناس اللي عملت فويلة عالم اسطنبول و قلت جواني شو صاب المسابقة عساس اليوم بتعلن اسماء الفائزين يا جماع والله كنت بلتي بالتصوير والحق علي انا بكرا عطلي بعالم اسطنبول لشان هيك بعد بكرا وعد رح اعلن اسماء الفائزين حكونا و بس يا شباب لانها وصل نهاية المقطعات من المقطع جابكم الساعة تشاركوا بالقناة طبعا اردكم تفعلوا الجرس لانه اليوم اتوقح يكون عدنا سهرة ما بين جواني و بيسان يعني تقريبا بعد ما ينزل المقطع جواني يمكن رح نزلكم مقطع او يمكن اجلكم ياه على بكرا كتبولي بكم تاذا تحبين انه انزل المقطع اليوم و بس يا شباب جان ياكوب فيدزين من قناة مملكة القصص مع السلامة انشي قطط ابو ابو حوالتا مطبو بارا سنيح